أهلا بكم تلك الأزمات هي اللي بتبين معادن الرجال الأحمدين أحمد السيد زيزو وأحمد فتوح بقيين في نادي الزمالك العام القادم ولن يرحلوا بصورة نهاية رغم كل الأزمات اللي بيمر بيها نادي الزمالك العظيم رغم كل الأزمات اللي بيمر بيها الزمالكنا العظيم أحمد السيد زيزو بعد انتهاء الحقبة الأسوأ في التاريخ لمجلس إدارة نادي الزمالك العظيم واستقالة مجلس الإدارة بالكامل أحب أقولكم أن خلاص مفاوضات أحمد السيد زيزو مع نادي الشباب توقفت لنقطة الصفر ورجعت لنقطة الصفر وتوقفت نهياً بنسبة 100% زيزو بصورة رسمية ونهية باقي في نادي الزمالك بمشيعة روح معنا أحمد فاتوحة ده أصي على لاعب في بلدك أصي على لاعب في بلدك ده السهل الممتنع ده لاعب ملعب خماسي كأنك بتحمي الكتاب من موقع أجنبي للتحميل بديف يضغط دولود ينزل بمنتهى السهولة واليسر أحمد السيد زيزو أرقامه بتدل أرقامه بتتكلم لوحدها عندما تبحث في الكرة المصرية عن أفضل لاعب على الإطلاق ابدأ مباشرة برقم اتنين لأن رقم واحد محجوز باسم أحمد السيد زيزو الملك اللي ما بتقدرش بتامن على الإطلاق عموماً أي حد أي حد أي أن كان هيدعم الزمالك بشكله وباخر في عزمته الحالية هندعمه ونشكره أي حد حتى لو ممضوحة بزة نفسه فك لو كان سبب رغم أنه أساساً سبب رئيسي في المشاكل اللي بيمر بيها نادي الزمالك ومشكلة الكيد تحديداً لو هو أساساً كان سبب أنه هو يفق الكيد وكل العيب ياخد مستحقاته وخصوصاً زيزو هدعمه واشكره ما عنديش أي مشكلة اللي يجدد لأحمد فتوح اللي يجدد لأحمد فتوح السهل الممتنع بعد طويل الأمد هشكره وهدعمه الزمالك حرافياً متضمر الزمالك حرافياً متضمر ومحتاج فلوس كتير قوي مش كده كمان وبس ده محتاج حلول أكتر بمراحل اللي يساعد أياً كان بأي طريقة أو بأي شكل أو بأي طعم أو بأي لون أحب أقوله شكر من الأعماق أبناء نادي الزمالك أبناء نادي الزمالك المخلصين فين رجال الأعمال نادي الزمالك المخلصين فين اللي بيحب الكيان فين اللي بيحب الكيان فين أمثلة كامل أبو علي في المصر البورسعيدي راجل بيدفع دم قلبه عشقا وحبا في المصر البورسعيدي فقط لا غير لا للشوء ولا المنظرة ولا الهريك فضي والمنظرة كدابة عموما باختصار شديد للغاية الزمالك لازم يرجع لهيبته ومكانته الطبيعية كواحد من أعرق الأندية في الوطن العربي والشرق الأوسط تحديدا الزمالك لازم يرجع لمكانته الطبيعية من حيث التنفسية والسمعة زمالك اليد يد الزمالك يتأهل رسميا الزمالك يتأهل رسميا في كرة اليد في البطولة العربية المقامة في السعودية يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية وهيلاقي يوم الأربع بمشيعة الرحمن فريق الحجد العراقي إن شاء الله ونتأهل لسيم الفاينل وفاينل وبإذن الله هناخد البطولة الأربع سبعة ونص بمشيعة الرحمن سبعة ونص مسايا بتوقيت القايرة الزمالك في ربع نهائي البطولة العربية اللعيبة دي أبطال أبطالوا رجالة اللي دفعوا من جيبهم عشان يروحوا يلعبوا الماتشات لعيبة رجالة بكل ما تحمله كلمة من معاني وتفاصيل لعيبة المفترض أساسا مجلس الإدارة السابق اللي كان يجيب لهم طائرة خاصة اللي كان يدفع لهم أساسا اشتراكات الاشتراك في البطولة ما دفعش أي حاجة ما دفعش فلوس اشتراك لعيبة في البطولة حاجة في منتهى الدهشة قصما بالله عموما أحب أقول لكم باختصار شديد للغاية الزمالك سيتوج بالبطولة العربية وإن شاء الله مؤاهلة لكاس عالم أو ما يسمى بالسوبر جلوب كرة اليد عندما تبحث في كرة اليد عن فريق عملاق اسمه الزمالك تجد باختصار أنه لا يوجد في كرة اليد من يستحق أن يكون خصم لنا سوى الخطأ منه فنحن عمالك تقرى في كرة اليد تحية الحياة إذا كانت جوارك زمالك عظيم ترجمة نانسي قنقر